الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب نشرح صدورنا ويسر أمورنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب زدنا علما وتوفيقا وصدقا وتحقيقا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عقبة أمرنا إلى خير أما بعد أيها الإخوة في الله الأحبة في سيدنا رسول الله نتابع معا سلسلة شرحنا للجوهرة جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقان رحمه الله من كتاب المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد لسيد الشيخ نوح علي سلمان القضاء رحمه الله تعالى وصلنا إلى البيت الثامن عشر وهو قوله الناظم رحمه الله وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام شرحن بالعمل مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدر والزكاة ما هو الإيمان أيها الإخوة قال الناظم وفسر الإيمان بالتصديق هو التصديق ما هو التصديق إذن التصديق هو الإذعان للشيء وقبوله والاعتراف به إذن معنى كلمة إيمان تصديق ولكن أي تصديق تصديق المذعن القابل الراضي به لأن هناك كثير من الناس يعلمون بالإسلام ويعلمون بأن الله حق ويعلمون بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا وأرسل رسلا يعلمون علما ولكن ليس لديهم تصديق قلوبهم منكرة كما قال الله تعالى إلهكم إله واحد فالذين كفروا قلوبهم منكرة ما معنى منكرة أي غير مصدقة وغير مذعنة وغير راضية إذن الإيمان في اللغة يدور حول نقطة التصديق الذي يصحبه الإذعان والقبول والاعتراف هذه النقطة ما هو الإيمان شرعا عند علماء الشريعة وخاصة عند علماء العقيدة ما هو الإيمان في الشرع ما ينجو صاحبه من الخلود في نار جهنم ويفوز بالجنة خالدا فيها أبدا يعني في النهاية ولو عذب لفترة محدودة هل الناس كلهم أمام هذه الحقيقة إذن أيها الإخوة عرفنا ما هو التعريف اللغي وما هو التعريف الشرعي لكن الناس الناس هل هم جميعا على حالة واحدة أمام هذه الحقيقة التي ذكرناها لا الناس أحوال فمنهم المؤمن بلسانه وقلبه فهذا هو المؤمن حقا وهم الأغلب الأكثر من المؤمنين وهذا المؤمن بقلبه ولسانه والمذعن والمعترف بكل ما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالا بالإجمال وتفصيلا بالتفصيل هذا هو المؤمن عند الله وعندنا ماذا نعني بهذه الكلمة لعل بعض الإخوة لم يسمعوا بها عند الله وعندنا عند الله يعني في الآخرة أحكام الآخرة عندنا يعني أحكام الدنيا لأنه سيأتي معنا صور يختلف الأمران هذه الصورة لا يختلف الأمران المؤمن بلسانه المقر بلسانه والمؤمن بقلبه تجري عليه أحكام الإيمان والإسلام في الدنيا وفي الآخرة أي هو ناج عندنا تجري عليه الأحكام فندفنه في مقابرنا ونصلي عليه ونرثه ويرثنا وهكذا وهكذا جميع الأحكام التي ذكرها أهل الفقه وأهل الدين حول هذا الإنسان هذا الإنسان أيها الإخوة هو من الخالدين في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى لأنه مصدق بمضمون الشهادتين هذه الصورة هناك صورة أخرى ما هي هذه الصورة نعم عكسها بالضبط عكسها مقر بلسانه يشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وربما صلى وربما صام وربما خرج مع الناس في الغزو ولكنه في قلبه غير مزعين ولا معترف ولا مقر بل هو كافر هذا ماذا نسميه المنافق هذا ماذا نحكم به انظروا الآن الاختلاف لماذا قلنا في الصورة السابقة عند الله وعندنا هذا يختلف هذا نقر بإسلامه أي تجري عليه أحكام الإسلام فيغسل ويصلى عليه ونعم إلى ما هناك ولكنه عند الله غير ناج غير ناج مثاله عبد الله بن أبي بن سلون رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه ولكن ماذا نزل في حقه سبحانه وتعالى أنزل الله بحقه هذا الإنسان ماذا أنزل الله بحقه هذا الإنسان المنافق قال إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون كانوا يقاتلون مع رسول الله صلى الله وسلم وكانوا يصلون ويحضرون الصلوات ولكنهم كانوا منافقين وهذا النفاق والعياذ بالله شر من الكفر إذن هذا حال ثاني هناك حال ثالث أيها الإخوة إنسان قلبه مصدق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق ويشهد بقلبه يعني أراضيا مذعنا مقرا بما جاء به سيدنا النبي صلى الله وسلم لكنه ما استطاع النطق لعذر من الأعذار كأن كان أخرسا مثلا فهذا الإنسان يعتبر ماذا مسلم عندنا وعند الله سبحانه وتعالى نعم هذا مؤمن لماذا لأنه معذور في نطقه لم ينطق بالشهادتين لسبب كذلك إنسان دعي إلى الإسلام وهذا حصل لأحد زملائنا حكى لنا قصة أنه يعني كان يحاور إنسانا من المشركين من اليهود هناك في أمريكا وبعد أن صدق وأسلم يعني في قلبه واعتقاده أراد أن يشير إسلامه وقال له الداعية وهذا طبعا خطأ يعني اعترف به الداعية قال له لا بد أن تغتسر فذهب ليغتسر ثم لينطق بالشهادتين على طهارة هو بالحمام وإذا به ينتقل إلى الرفيق الأعلى يموت فهذا الإنسان ما حكمه أيها إخوة هذا الإنسان مؤمن بقلبه مؤمن بقلبه ناجر عند الله ولكنه عندنا غير مسلم لأنه لم ينطق بالشهادة فلا يمكن دفنه في مقابرنا ولا يمكن الصلاة عليه ولا يمكن غسله يعني تغسير المسلمين لأنه لم ينطق لكن الحال هذا جعله مسلم نعم الحالة الثالثة أو الرابعة هذا الآن صارت الرابعة دخل في الإسلام واقتنع بالإسلام وليس لديه مانع للنطق بالشهادتين ثم عرض عليه أن ينطق بالشهادتين فأبى يا أخي أنت قلت أنك مسلم وأنك مؤمن وأنك مصدق فتعال هيا يعني اقرأ الشهادتين أقر بهما انطق بهما فأبى هذا ما حكمه كافر عندنا وعند الله بالإجماع ليه؟ لأن الإباء رفض يعني هو كأنه أقر في البداية ثم إنه أنكر لأنه لو لم يكون منكر فلماذا امتنع عن النطق وليس له عذر فهذا كافر بالإجماع بقيت هناك حالة خامسة جرى فيها الخلاف جرى فيها الخلاف وهو الإنسان المقر الذي أقر بما جاء به الله تعالى وبما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل ولم ينطق الشهادتين ولم يعرض عليه هنا الفرق لم يعرض عليه وليس به خرس ولا خوف يجبره على عدم النطق فهذا ما حكمه أيها الإخوة هذا أيها الإخوة حكمه في الدنيا حكم الكافرين ولا تجري عليه أحكام المسلمين لا تجري عليه أحكام المسلمين لماذا لأن شرط إجراء الأحكام الشرعية على مثل هذا الإنسان ما هو النطق بالشهادة وهو لم ينطق بهما لكن ما حكمه عند الله هنا الاختلاف هذه فقط فيها خلاف لا نطيل أيها الإخوة بذكره فبعض الناس قالوا بأنه ناج عند الله وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء لأن الإيمان أصله تصديق الله سبحانه وتعالى قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فدل على أن الإيمان هو في القلب والدين هو في القلب أما الأعمال الصالحة فهي شرط كمال وليس شرط صحة نعم والله سبحانه وتعالى خاطبنا بالإيمان قبل أن يفرض علينا الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فلو كان الإيمان هو نفس الصيام لكان هذا تكرار الله سبحانه وتعالى أيضا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والإيمان الشيء والعمل الصالح شيء آخر فدل على أنه ناج عند الله ولكنه لا تجري عليه أحكام الإسلام الشرعية الظاهرية لماذا لأنه لم نسمع ولم يشهد أحد بأن هذا الإنسان نطق بالشهادتين نعم ماذا يتلخص لدينا من هذه الجولة أيها الإخوة يتلخص لدينا يتلخص لدينا هذه من هذه الجولة ومن هذا الذي قدمناه هل كما قال النظم رحمه الله وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق النطق يعني ما هو المقصود بالنطق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في أي حالة في الحالة الأخيرة التي ذكرناها هو أذعن وقبل وبدت عليه علامات الاستسلام لدين الله سبحانه وتعالى لكنه لم ينطق ولم يكن هناك مانع يمنعه من النطق لا هو أخرص ولا هو يعني مكره فلماذا لم ينطق هذا هو الذي يعني اختلفوا فيه فإن قلنا بأن الإيمان شرط كمال وهو قول الجمهور الأمة شرط كمال يعني هو مؤمن عند الله تبارك وتعالى حكمنا على هذا بأنه مؤمن عند الله وغير مؤمن عندنا لكن لماذا لم نجري عليه أحكام الإسلام ما سمعنا أنه أسلام وما سمعنا أنه نطق فيبقى هذا الشرط كمالي أما الذين قالوا بأنه شطر يعني جزء لا يتجزأ من الإيمان فلم يقبلوا إيمانه لا عندنا ولا عند الله نعم والعلماء أيها الإخوة جمهور أهل السنة والجماعة على أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأكال فالنطق عندهم شرط كمال لا شرط صحة وعند الكرامية قالوا الإيمان فقط هو النطق نقول هذا من باب يعني كشف المعلومات ليس لهم وجود أو لهم وجود لا ندري هؤلاء مذهب المعتزلة قالوا والخوارج أيضا وافقوا بعضهم سبحان الله مع أنهم متناقضي من ناحية المنهجية لكنهم قالوا بهذه الجزئية بأن الإيمان فقط والطاعات والأعمال فمن ليس له أعمال فهو إيه ليس بمؤمن من ليس لا عنده صلاة من ليس عنده صيام من ليس عنده حج الذي يرتكب المحرمات هذا ليس بمؤمنين عند الخوارج وعند بعض معتزلة هذه هي الخلاصة التي نخلص إليها من هذا الدرس ومن هذه المقدمة من هذا الدرس إذن هذا ما قاله المؤلف رحمه الله بسر الإيمان بالتصديق والمطق أي المطق بالشهادتين في خلف يعني في اختلاف فقيل شرط كالعمل شرط كالعمل يعني شرط كمال وليس شرط صحة وقيل بل شطر هذا هنا يترتب عليه ماذا هذا عند المعتزلة وعند بعض وعند الخوارج والإسلام شرحنا بالعمل الإسلام ما هو الإسلام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام فسر لنا الإسلام بأنه ماذا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصوم رمضان وتحج البت إن سطعت إليه سبيلا فالعلماء متفقون على أنه في الحقيقة لا يكون إنسان مسلم إلا عنده إيمان ولا يكون مؤمن إلا عنده إسلام فلا يمكن للمسلم أن لا يكون لديه إيمان وكذلك العكس فهما من هذه الحقيقة شيء واحد وسيأتي معنا الآن تفصيل لهذا الأمر هل يعني الإسلام والإيمان شيء واحد أم هما شيئان مختلفان نعم نلاحظ أيها الإخوة قبل الإجابة عن هذا السؤال حديث سيدنا جبريل عليه السلام حديث سيدنا جبريل هذا يعتبر أصل مؤصل وأصل متين من أصول الشريعة فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يسأله جبريل وهو يجيبه صلى الله عليه وسلم سأله عن الإسلام قال كذا سأله عن الإيمان قال كذا لا نعير لأنه معلوم لدى الجميع فالعلماء قالوا هل حديث جبريل عليه السلام يفيد بأن الإسلام هو الإيمان أم أنهم شيئان متغيران الجمهور من الأشاعرة قالوا بأن الإسلام شيء والإيمان شيء آخر يعني هما جانبان وإن كانت جانبان من جوارب الدين الإسلام شيء مغاير للإيمان ما هو الدليل أدلة كثيرة قول الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لو كان الإسلام والإيمان شيء واحد لا لم يكرر الله سبحانه وتعالى معنى الإيمان الإسلام ثم الإيمان هذا شيء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عليه السلام سأله أولا عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان فلو كان شيئا واحدا فلماذا كرر السؤال لكان التكرار والعرب يعني والموضع موضع بيان لا يستحب فيه التكرار وكفى بهذا حج كما قال العلماء اللغة اللغة أيضا تدلنا على أن الإيمان تصديق والتصديق عمل قلبي والإسلام شيء ظاهر يتعلق بأعمال الجوارح هذا عند من عند جمهور الأشاعرة من أهل السنة والجماعة لكن المذهب الثالي كذلك لهم خجتهم جمهور الماتوريدية وبعض الأشاعرة من المحققين طبعا قالوا بأن الإسلام والإيمان شيء واحد وحقيقة واحدة واستدلوا عليه بأقوال وأدلة قول الله سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فهنا السياق سياق واحد والحديث عن قوم لوط فهذا يدل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد متفق بالحقيقة والبرهان الأمر الثاني الاتفاق على أنه لا يوجد مؤمن غير مسلم ولا مسلم غير مؤمن فكل من حكم له بالإسلام حكم له بالإيمان والعكس صحيح لكن المحققين من الأشعار أجابه قالوا صحيح ما تقولون ولكن الخلاف ليس من هذا الجانب الخلاف هو فقط في الجانب الذي يطلق عليه اسم إسلام من صفات الإنسان والجانب الذي يطلق عليه اسم إيمان إذن هذا هو دليل السادة المتريدية عليهم رحمة الله وبعض الأشاعرة خلاصة القول من هذا أيها الإخوة أن الإسلام والإيمان بينهما اختلاف من حيث المتعلق ولكنهما من حيث الاتفاق متفقين على أننا لا يمكن للإنسان أن يكون مسلما إلا إذا دخل الإيمان إلى قلبه والدليل على هذه الأدلة والأقوال التي تم شرحها الآن قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فهنا الإسلام الظاهر موجود لكن الإيمان والتصديق الكامل والإذعان والقبول والرضا كما شرحنا لم يكن عند هؤلاء فالله ما أعذر قال لهم قال ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يليدكم أي لا يخسركم لا يلقصكم لا يضيع عليكم شيء وإن تطيعوا الله ورسوله لا يليدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم ثم قال الله تعالى بعدها إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا جزموا وأنفقوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون هذه هي الخلاصة الخلاصة أن العمل الصالح العمل الصالح وسيأتي معنا إن شاء الله في درس لاحق أن العمل الصالح يزيد في الإيمان كأن الله تعالى يقول لهم أنتم مستمون ومقرون بما جاء على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم ولكن لابد أن تزيدوا في الأعمال حتى يدخل سر حقيقة الإيمان في قلوبكم وهذا الذي نريده جميعا إذن خلاصة الكلام علينا أن نعلم أن الإسلام والإيمان من أهل العلم من قال بأنهما شيئان متغيران وهم جمهور الأشعرة ومن أهل العلم من قال بأنهما متفقان وحقيقة واحدة والخلاف إنما هو لفظي لأننا جميعا جميع أهل السنة والجماعة والمحدثين مقرون بأن الإيمان كما ذكرنا منذ قليل هو تصديقا بالجنان أي بالقلب ونطقا باللسان وعمل بالأركان فكل عمل من الأركان له جانب من جوانب الإيمان لماذا يصلي هذا الإنسان لأنه مؤمن لماذا يصوم هذا الإنسان لأنه مؤمن لماذا يزكي لأنه مؤمن لإيمانه دفعه إلى الأعمال إيمانه فصار من حيث التصديق من حيث التصديق ماذا نسميه مؤمنا ومن حيث العمل الصالح الظاهر مسلما فإذا في هذه الحالة متداخلان من طرف لذلك بعض أهل العلم قال ليس هما متغيران بل متداخلان والخلاف كما ذكرنا خلاف عملي وليس خلاف خلاف نظري وليس خلاف عملي فلا داعي للقلق والاضطراب في هذه المسألة إنما نذكرها من باب البيان والتحصيل العلمي لا أكثر ولا أقل من حيث العمل لابد لن نزيد في الأعمال الصالحة وأن نجتنم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه لكن نستفيد بالحكم على الناس نستفيد بالحكم على الأمة من رأيناه نطق بالشهادة موقناً بها مخلصاً بها ولو لم يصلي ولا ركعاً نحكم عليه بالإسلام وندفنه في مقابر المسلمين ونجري عليه أحكام للإسلام الظاهرة هكذا ومن لم ينطق وإن رأينا منه بوادر وعلامات الإيمان لكن لم ينطق ليس له أحكام الإسلام في الظاهر فهذه الحقائق لا بد من اطلاع عليها ومعرفتها على الوجه الذي ذكره أهل العلم جزاهم الله تعالى كل خير إذن هذه هي الخلاصة التي نخلص إليها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في إيماننا وأن يقوي ويثبت علينا الإسلام اللهم إنا نسألك هذه دعوة من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحلى نختم بها درسنا اللهم نسألك إسلاما لا يرتد وإيمانا لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد يا أرحم الراحمين نسألك هذه دعوة علمها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله مسعود رضي الله عنه وأرضاه اللهم نسألك إسلاما لا يرتد وإيمانا لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ترجمة نانسي قنقر